السلام عليكم ما يحدث في عزة وقل مجددا وتكادر الكلمات تعجز في الحقيقة أن ما جرى لحد وعدد الضحايا الذين سقطوا على القصر وهو بمعنى الكلمة تصفي يعني ما أعرف ما هو الوصف هو مذبحة مذبحة تجري بل بكل ساعة بكل دقيقة تسقط في هذه المواجهة التي اتمرت من يوم 7 كوبر وأتوقع أنها حلقة ما زالت ساياتها وأنا بصراحة متكام جدا وأعتقد أن الأمر يشمل في أكملها ليس الآن ولكن ما يجري الآن هو في غاية الخطورة وأجد أن علينا أن نحاول أن إنقاذ الأرواح بأقصر ممكن ما فعلته حماس هو بصراحة أشبه بشكل ينتحر فعل انتحاري عبثي أحمق لكل ما في الكلمة معنا فعلوا شيئا لا ليس فيه حسابات يدعون بأنهم قاموا بعملية بطولية وهي عملية قوية جدا لكن ماذا ماذا تترك أبناء بل أنت مقاومة ما معنى أن تكون المقاومة من أجل شيء ما هو هذا الشيء أن تحمي أهلك وناسك وأرضك وأرضك ماذا فعلت أنك فعلت العكس تماما أنت تقاوم من أجل أن تحمي بلدك وتحمي أناسك لكن عندما تقاوم ولا تجد نصيرا واحدا لك فما معنى هذا ولا تحمي أهلك وأبناء بلدك الذين تدعي الدفاع عنهم كيف يقوموا بهذا الفعل وكل يبارك هذا الفعل ويقول أنها أن حماس قامت بتقنيات عالية وأين تدربوا وكيف اخترقوا الجدار كل هذه الأشياء العظيمة التي فعلوها لكنهم في الوقت نفسه لم يجيدوا التخطيط لحماية الناس من ردية الفعلية وهي معروفة كل الناس تعرف منذ اليوم الأول ما معنى هذا يعني أن بسيط جدا أنهم يكونون فقط بشأنهم الخاص خير معنيين بالناس ولا حمايتهم ولا ولا توفير أي طريقة أي وسيلة للدفاع على نفسهم أو وضع الاحتياطات اللازمة لامتصاص هذا لم يحدث هذا يعني أنهم لا يبالون بأرواح الناس وأن كل ما يبالون به هو تحقيق رئيهم الجهادية وربما وهذا واضح ربما تحقيق مشاريع جوخ أو القوى التي تدعم حماس وتمدهم بالمال والسلاح أنا لا أريد أن أبدو ضد حماس أو مع حماس أنا حاول أن أصف كما هي و عندما أتحدث ضد حماس لي يعني أنني أقف مع إسرائيل الموضوع ليس هكذا أنا أرى ما يحدث وأرى حجم الدم الذي يسفك وحجم الكارثة التي يتعرض لها الناس لو أحدث لكم عن المأسات التي يعيشها أهل غزة كلنا نعرفها وشفناها لكن عندما نطلع على تفاصيلها راح نعرف أنه الأمر لا 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 يوجد ما تناظره في أي مكان أو في أي تجربة سابقة في يعني في شعب من الشعوب تقع تحت تحت قصف وهم كلهم محاطون في بشكل كامل بحيث لا يستطيعون الخروج من هذا السجن السجن يعني ما يعني يعني ما المفتوح السجن المغلق هو عبارة عن منطقة مؤتقل أو معسكر مغلق تماما معسكر واسع قليلا مساحة بضعة كيلومترات ولا يستطيع أحد الخروج منه طبعا كل أحل نعرف أنه اسرائيل قامت بأفعال عديدة جدا تميزت بالعشرية قامت أجرت أو نفذت ويد المكان وهذا كلها كانت قامة على تصور مخصصة بشكل حصري من سنة 48 الدولة الإسرائيلية وضعت يدها على نهو 90% من الأراضي أخضر قائب داخلها بنت مئات البلدات السكان يهود سنة 67 أيضا بدأت تطبق سياسة في الضيفة الغربية بنت على أراضي الفلسطينيين أكثر من 280 وهذه المستوطنات أيضا مناطق بعض البدو تبقى تجري وضم حقوقهم أيضا مسألة الجميع يهود يهود العالم وأولادهم وفاتهم لهم الحق ويحصلون على الجنس بينما في الوقت أن يهاجر إلى المناطق التي تسيطر على حتى إذا كان هو نفسه أو جد أو جدته ولدوا في هذه المناطق الواقعة تحت سيطرتها أيضا لا حرية الحركة والتنقل يتمتعون بها بينما لا يتمتعون في أشكالات كثيرة كثير من التفاصيل التي لسنا في معرض بحثها لكن كل ما يدع أقوم به في هذه الحكومة أنه أشوف ما هي السؤال الأساسي ما حاول أن أعرف بشة نظر الباحثين الإسرائيليين أو مراكز الإسرائيلية فيما جرى لأنه هذا يضيء لنا نمط التفكير الإسرائيلي والهدف من هذا البحث مالتي أن أحاول أن أستشرف وأعرف ماذا سيحدث به هذه الدراسة من مركز بحوث إسرائيل مخفوف يقول بأن السياسة تجزل وإذا إسرائيل كانت تريد إذا راجعت أن تجفر بالبقاء كذا يعني لازم أن تتف حماس من إزة تماما كانت هناك سياسة كيف سموها سياسة جدا هذه سياسة انتهت الآن ولم تعد تقوم بفعل هذه الدراسة قد تحدثت عن أنه حماس في يوم 7 أكبر قامت سببت بانهيار القد الإسرائيلي يرد إسرائيلي بشكل حامل ونتيجة هذا الهجوم مفاجئ لشنة حماس منيت إسرائيل بهذه مفادحة من حيث في الأرواح والممتلكات وقال بأن العدو تسلل للأرواح الإسرائيلي بتعبيرهم واستولى على مدن وبلدات أهلك سكانها وحتز حسسهم للإسرائيل طويلة وكان يعني الحل الوحيد لتحويل هذا الإنجاز الذي حققته إسرائيل إلى التمكن من التخلص من هذا الإنجاز بما معناه أو هذا ثريت يقول أنه الذي يجب أن تقوم إسرائيل أو نظام حماس وتدمير قدراتها وهذا لسه يعني أنه القرار النهائي الآن لم يعطنا لك أي مفر من إنهاء حماس تماما وهذا الأمر يعني نعرف أو مون عرف لدينا إحساس به لكن ما يصدر عن مراكز ويقول سببا لهذا العام يوضح لماذا مصد لا كان فيه يقول سببا أولا الضمان العودة الآمنة المواطنين السبايريين دولا اللي تبع إخلاءهم محيط غزة محيط غزة وأيضا طبعا لازم إزالة تهديد كامل وهذا وثانيا يجب هاء الحرب يجب أن قدم إنهاء الحرب دون تدمير نظام حماس في غزة لأن هذه العملية عسكرية التي يجب أن تنهي حماس تماما وإلا فقاء حماس سيعتبر نجاحا في هذا النظام الإرهابي وأيضا سيكون مثابة نموذج سيلهم أجهات التي تحاجي ومضى البحث قائلا أنه قبل تقريبا سنة 2013 يقول كاتب البحث يقول أو المقال يقول أو المقال فيه المنطق الإسرائيلي وراء جولات الصراع المختلفة كما نعرف أنه حدثت مواجهات سابقة قبل هذا بل في أثمر أتوار موجودة موجودة داخل هذا ويعني يقول أنه كانت تستهجب بها قدرات العجل ودائما تصميمها على استخدام القوة وأيضا تصميمها على أن تفرغ ثمن باهظ على حماس وبالتالي كانية خير على خدع وهذا يقول هذا العمل طريقة وفرت مجال لأرحلة وأدارة الصراع في ذلك الزران ولسبب بسيط وما كان هناك أي حلقة حاسم توقع ل مشكلة غزة فكان يجب إيصال الأمور لا تستطيع لكن هي تبقى مهيمة لأنه لا يمكن معنى أنه حماس يعني قدر لابد لكن كما يبدو أن هذه السياسة انتهت فيقول الباحث أنه هناك مشكلة قال أن هذه السياسة انتهت تماما ويقول هناك الباحث خاصة في نيويورك تايمز يقول كتب مقال يوم 16 كتوبر قال أن هذا إنه إسرائيل يجب لا ت غز بسبب عدم هناك و قال بأن هذه مسألة عميقة الجذور و المستحيل أن تجري تقسلاحها بالكامل يقول فريدمان يعني كاتر مقال يقول يحدث عن فريدمان يقول وفريدمان بعد ذلك تسأل قال ما العمل الذي يجب أنه فقال هو السيد فريدمان جاوب على نفسه وقال بصراحة ويقول هو يقاعد ببيت العام وقال بصراحة آني ما عنده إجابة كيف يمكن أن نعالج موقع حماس يشير الكاتب المقال يقول يبدو أنه فريدمان ما يفهم كيف تجري في هذا الشرق أو سب يقول في هذا المنطقة لا لا يوجد مكان للضعفة لقد حاولت إسرائيل التوصل إلى اتفاقيات مع حماس لكنها فشلت جميعا لماذا لأنها جعلت إسرائيل تبدو ضعيفة وبالتالي أدى هذا إلى أنهيار رزع كبر وهذا سمح لحماس لأن تشرع حملة شرسة ومدمرة للغاية ضد إسرائيل وذلك على وجه التحديد لأنها عرفت أن أشخاص مثل فريدمان سوف يضغطون حتما على إسرائيل حتى لا ترد على استخاذات لا تصف يعني ويعتبر بأنهم حماس ضمن خطتهم أنه يشوفون أنه كناس مثل فريدمان يقول أنه من المستحيل استخاذ حدا يعني هذا حماس موجود ولا يمكن تخلص مهما فعل وهذا يقول هذا الأمر لم يعد ممكن كاتب وقال أنه هذا هو اللي جفع حماس لأن لم تعد تهتم كثيرا بالعواقب التي قد يخلفها على إسرائيل ولا تبالي بما يحدث بغزة ويقول بالحقيقة أنه معاناة سكان غزة بالعكس تصفي صالح حماس بالعكس ثم صالح هم وقال الشيء الوحيد بالنهاية الذي يهدد حماس في قدراتها العسكرية وفق صد على غزة وبالتالي أن إسرائيل تواجه ضرورة ملحة وضرورة لها علاقة بالبقاء ومصير إسرائيل تكملها ضرورة تقدم قدرات حماس العسكرية والتسبب بأنه على على غزة بعد ذلك يبدأ يحلل يقول من المعروف أو يجب قبل كل شيء عندما نحلل الموقف على هذا الأساس يتحدث أو هو تحدث وقال كان مبدأ الردأ وسيضال هو المبدأ الأكثر وجهورية بتصور الإسرائيلي وقال بأن الوضع جو سترا في شرق لا يبقى كما هو ولن يتغير بعد الحرب حتى إذا افتررنا أن إسرائيل حققت جميع أهداف هذه الحرب في غزة وقال السبب أنه إسرائيل لا تستطيع في كل أحوال أن تهزم جميع أعداءها وأن تصل بهم إلى النقطة التي توقفون عندها عن القتال كما حدث تاني وقال بأن إسرائيل طوال تاريخها كان معنى مبدأ ردعتها هو أزالت تهديد البشر للدولة وتحصيل أو جعلت الجانب الآخر يدفع ثمن باهظ لإستعادة الردع وتعزيزه تدريجيا ويسمى هذا هو الردع التراكم أصل ردع طريقة ما ما عرف لكنه واضح من طرح نحن يقول مثلا حرب الأيام الستة يقول الحكومة قررت أن تقوم بعمل عسكري من شأنه أن تقرر إسرائيل من التهديد القوي المهم فيها وهذا تم ترجمة إلى أن بعبارة إنه إسرائيل راح إسرائيل سلاح جو المصر ومعظم قوات العرب في سيناء وبما أن إسرائيل غير قادرة تقول على هزيمة أو إخضاع الأمم والدول منظمات بشكل كامل كان من المفهوم أنها سوف تضطر إلى العيش بالسيف يعني بالسيف المرفوع لسلامات عديدة قال هي هاي كانت فكرة الجدار الحديدي اللي مال زائف سنة سنة ألف على هذا الأساس كان الهدف الإسرائيلي وسيظل هو ردع أعدائها من أجل زيادة الفتحات الفاصلة بين الحروب ومحاولة تجنبها قدر الإنفاق عام لكن يقول يوم سبعة تشرين هذا الردع والتحذير الإسرائيلي لصد حماس فشلا فشلا سريعا وشيقول قل أط أط أص يقول كنتيجة سببها اعتمادنا على مبدأ الردع إسرائيل تعرضت ل زيمة قاسية من حيث وحلم ترك و ونتيجة ارتكب العدو أحمال وحشية بشعة ضد المدنيين وأيضا الجنود سيطر على مدن عدد كبير من السيطات يقول أما القوات الأمنية تمكت بعدها لكن هذا من السيطات لكن يقول هذا الإنتاج لمك قافيا للتحذير الردع يعني اتهت هذا وحتى سراتيجية القصف العين في غزة ليس كامل من وجهة نظر حمال وأيضا من وجهة نظر محور مقاومة وأجزام العالم العربي بالإسلام قال فأن معاناة سكان غزة استكتر ثمن باهر يتعين دفعه مقابل إنجاز تاريخ حماس باسمهم قال أنه هذا الثمن الذي قابنا غزة هو هذا ثمن الذي يعني لا تبالي حماس يقول بعد ذلك يقول هي حماس هي حركة دينية سياسة وبوصلها كذلك يبدو من المثيل عليها ولكن من الممكن تقليص من حيث التهديد الذي تشكله في مواقع محدد الغزة يقول الشيء الوحيد الذي يجعلها هدد ويردع حماس فعلا هو أن تفقص عن الصلحة هناك ما قل وهذا الأمر يرتبطان ارتباط وثير الصلحة العسكرية تغمن سيطان لكن هنا يوضح يقول هناك خطة يجب أن أفهمها مهم يقول حماس حققت أهم إنجازاتها في القاومة العربية ضد المشروع الصياني من قوط قوش 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 اتزيو هذا يقول من أيام السقود ما عرفه والبلدة القديمة في القدس بأيدي الأردنيين ورافق ذلك طرد سكانها اليهود وقتل بعضهم طبعا العرب الفلسطيني ويقول هذا الإنجاز يحد أكثر أهمية من المكان خلال المصري المشترك في أكتوبر ألف ألسطيني لكن كل فترة وجيزة نجحت حماس في الاستقاء على عدة خدن وبلدات داخل إسرائيل هذه البلدات تسكنها اليهود وارتكبت مذاهب وحشية هذا يعني هذا على قدم المساواة قرانها بأسوأ مذبع تحقت محركة بالتالي النتيجة كانت ليس فقط أن هذا الحدث خوض بشكل الشعور لدى اليهود كل هذا الحدث لا ينزال التهديد في لن يستطيع خودة إلى منازلهم وأيضا كان لازم على إسرائيل يتخلي المستوطنات مع لبنان رغم أنه هناك مستوى من خبر ويقول هاي أول مرة بتاريخ مع قوام العربية أدت هذه المسألة يجير يهود من مناطق داخل الأراضي في إسرائيل وربما يقول وما تكون هذا النزوح أو الإخلاق هو ربما يكون يستمر بالشكل دائم هذا إنجاز يعترف بأنه غير مسبوق وبدأ وأضاف جمهة بهم يقول أنه بين في إسرائيل داخل إسرائيل أيضا اليهود خارج إسرائيل بدأ بدأ كثيرون التساعد إذا كان قادرة على الاستمرار في الوجود في ظل هذه يعني بدأ الشكل في قدرة إسرائيل على الاستمرار وعلى التواجد في برق الأوسط بدأ كثيرون كانت هناك نوع من التقة بها لكن بعد 7 أكتوبر قزت هذه التقة وقال إنه كثيرين يقارنون بين 7 أكتوبر 23 وأحداث ثورة وقال هنا راح أقدم مقارنة جديدة يقول هذا نتأمل لازم نتأمل يوم خمسة يعني اندلاء حرب يقول قبل تلك الحرب الإسرائيليين شعروا بإحساس متلقايد بالحصار مع تحياد عدد أو حشود الجيوش العربية على حدودهم وكان في وقته كان أشهر من تكون هذه نهاية إسرائيل وأن يفتح النصر الحاسم لكن النصر الحاسم لإسرائيل في تلك الحرب ولي نزم فيها الجيوش هذا لم يمنع جولات أخرى أسبل أرسل أيضا رسالة واضحة مقادعة أن إسرائيل أمة قوية ستدفع ثمنا باهظا سيدفع ثمنا باهظا من أولئك الذين ثاروا ضدها هذا الشعور عاربوها هذا الشعور استعاد استعاد الإسرائيين شعور بالأمن يعني يقول بعد سبعة وستين كان هناك نفس الحالة الآن في أن دام ثقة بالنفس والإسرائيل القادم قال نفس سنة سبعة وستين كان هذا قبل السبعة وستين قبل الانتخار فيه في تلك الحرب هذا يعني كان مشابه لكن بعد الحرب استعادت ثقتها وإحساسها بالنسبة والبقاء وسط عالم عربي قريب وعجيب بالنسبة قال أيضا هناك أسباب أولا من أجل هناك عدة أسباب يعني واضحة تطلب حتى لهزيمة أو تحر أولا من أجل الضمان لازم أول شيء order to ensure the stand of Israeli their home هم يقول حتى نضمن عودة المواطن الإسرائيلي لبيوتهم يجب إزالة التهديد بالكامل واستعادة الأمن ما قلنا ثانيا إذا أنهت إسرائيل الحرب بدون تدمير رضام حماس في غزة وقدرات العسكرية فسينظر ذلك على حماس هذه كرناها بالبداية أنه يبدو بصياغة بحث هو بالبداية يقدم وبعد ذلك يشرح التفاصيل لذلك تشوفون بعض تكرر بعض المعلومات يقول هي لازم تنلي يعني معنات لا لابد من تدمير حماس بالكامل وهذا من شان يقول أن يكون بمثابة نموذج وإلهام للجهات الفعلة المتطرفة الأخرى في منطقة التي تسعى إلى إسرائيل هناك هناك اعتبار آخر مهم يقول من ممكن أن يؤثر فوق إسرائيل أيضا على الإسرائيل والدول العربية المعتدلة التي يعني هذه الدول توصلت إلى مفاده إن إسرائيل هي يعني دولة موجودة وضحها راسخ أوصل بالضبط يعني يعني منتج نهائي ما أعرف بالضبط بها معنى يعني هذا منتج نهائي يعني ما ما فيش هذا هذا المعنى آ فهي دولة متقدمة وقوية وعلينا والأفضل لنا خادقها بدلا من خاربها وأن اتفاقيات السلام مع إسرائيل أو التي حققت إسرائيل ما كان نتيجة للثورات فالنتيجة لهذا الاعتراف يعني ليس نتيجة خروب إنما هناك اعتراف بواقع موجود وهذه الدول العربية بدأت ما يسمى تطلع بالتالي فيقول بأن استئصال تهديد حماس لا يتعلق بأمن إسرائيل المباشرة يتعلق أيضا بالاستقرار الإقليمي والنظرة إلى يعني وضع إسرائيل في سرق الأرض يقول كل العيون يقول الآن على إسرائيل وموجه وإذا تمكنت إسرائيل من هزيمة حماس وإذا قدراتها عسكرية فإنها بذلك تثبت قدرتها على تنفيذ طوب الوحيد الممكن لتدمير صدع يقول طبعا هذه تكلفة عملية من هذا النوع يجب أن تكون واضحة للجميع وهي تدمير النظمة أو النظام الذي من جانب يقول إسرائيل بإمكانها أن تبدأ عملية عادة المحيطة المحيطة بقطع ما يضمن مستوى معقول في سكانها طبعا يقول تحدث أمليات أرحاب دائما يعني أعتبر هذه لا يمكن أن تخلص منها لكن هو المهم يعني القوام الأساسي ليهم عبيرها تيتم الحد من هذا طبعا هو ما يفكر بمصير غزة ولا ما العلاقة والدايخ بس منطقة غزة لا يطرق إلى مصير الغزة والقصف مآسي لكن ما معني بهذا عموما هو يختم يقول من المهم أن نؤكد بالجديد يقول بس ليس فقط خصوم إسرائيل بين أيضا الجهات الفاعلة الإقليمية التي صالحت مع إسرائيل أيضا تراقب نتيجة الصراع بين وهؤلاء كانت مفتراضات يعني حول قوة إسرائيل وقدرات العسل يقول يجب أن يثبت أننا قوية ويجب أن لا يشعر الآخرون أننا بطاعة ويقول كما قلنا لا يوجد مجال للضعف في الترق الأوسط يقول ربما هذه الحرب لقد لا تكون وجودية بالمعنى المباشر للتهديد والاستيلاء على جميع الأعراض الإسرائيلية لكنها بالتأكيد معركة وجودية بالمعنى طويل المدى لإثبات قدرة إسرائيل على الاستمرار في هذا المنطق تعرض يقول الجرف الإسرائيلي القوي لموجة تنامي يعني تعرضه تعرضه ما معنى يقصد أنه هذا يعني التاحل الإسرائيلي تعرض لموجة صنامي ضحمة جدا وهذا التعرض يجب أن يظهر أن القادرة ومصممة على عادة بناء وإلا فأنها ستنعر كاتب اسمه بروف أيتان كمير كما رأيتم يعني الوضع بالنسبة لهم حاد جدا ومصيري وهذا توقع طبعا صحيح تعرضه ضربة قوية لكن هذا يعني بأن المعركة تشتعل في المنطقة ستكون حرب مؤذية جدا للجميع ولا نعرف نتائجها بالتأكيد سيكون سيكون نقصات جدا وأنا ألاحظ تقوم على غزة يبدو واضح أن هناك نية لأسحة بالكامل يعني تبع المها الأرض المخفوقة وواضح أنهم لا يبالون بسقر وكأن الأمر خير معني وهذا اثنان بالح أن حجز الأمن ما يعني حتى تحدث باسم توم أقدر كان وقال أرسل طالب بالحالة أرسل 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 مهم فهذا هو يعني كان حاد وأيضا بالحشبت التصريح للسفير الفلسطيني خاطب يعني بطريقة ما أجبت لأنما السفير إسرائيلي شفت أنه صرف بخوث وخاطب العالم وكابس تسجيل لناس واحد خابر أمه يقول أنا قتلت عشرة هذه كان تؤثر بالعالم كان تقيق جدا في هذه عملية وأثر على مع الأسب السفير الفلسطيني ما أحدث بطريقة ما أجبت يعني خاطب العرب كأنما لا يجدون مخاطب هناك حاجز بين العرب و العالم بحيث أنه أشبه مخطو لهم يفهمون نا ولا نحن نفهمهم مثل باسم يوسف يعني تحدث باللغة الإنجليزية ممتازة لكنه بالوقت نفسه يعني يعني كان يغازل العرب ومنطقة للعرب هؤلاء يفكرون بطريقة مختلفة تماما عنه ويرون الأمور من زوايا مختلفة وهذا هذا عدم فهمنا هذا أمر هو يعني نقطة الضعف خطيرة جدا فوق ما هذا هو اللي دعم لشبه مطلق أوروبا وأمريكا من الصعب أن تبدي رأيك ضد إسرائيل في أوروبا نوع من التعصف مختلف رب يحاول أن يقول شيئا في هذا وطبعا نفس التعصف صار أيام أو كنت خافت لأن رأسا نلاحظ بأن هناك لا أحد يتحدث عن طريقة ما عرف العالم بدأ يتغير خاصة متوترة والإنحيازات جاهزة عد أصل إلى يعني رأي بما يجري يعني يعني الشخص ليس بسياسة والغير معني أو لا أفهم بها لكن أنا أسأل سؤال بسيط لماذا وبناء على هذا المقال يعني يبدو يعني بسيط لكن بالصراحة يجب هذا تخسر هذا هو هذا هذا العسكري فبالتالي ماذا تنتظر في وردتهم يعني ماذا تنتظر خادة سؤال وتهجير ورسالهم على الشتات يعني ما هي معركة خادة هاي اليهود يعني حاصر الرومان عندما حق وهؤلاء قرروا يعني يعني غزة صارت بهذا اولا كلهم خادة ما يعني لماذا لماذا هاي نزع العجيب يعني نزع نزع تهارية تجانية حتى ذا عندك ماذا هذا تعوى للموت وهذا يطلع عن نشط يعني انتصار وكأنما يعني ما اعرف نحن في طريقة لان انتصار تضحك عن الناس في لندن وتضحك ما ما اعرف الطريقة لان انتصار عن ماذا لدى لكن واحد يحبط المعلومات عندما تكون مثلا هنالك شدية في النظام يعني بالتالي عندما واحد يتخط لا 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 انت عندما يكون هناك يتخط نزاء مثلا يعني ملاكم ملاكم يتخاصل ملاكم شوية مستوى ضعيف يتدرب جيد والاخر ملاكم الشطور الصووي ولديه المدربين صاقم يعني انا ادعم هذا الصحبي الذي لم اعجي لكن هو ملاكم ايضا لديه قدر على ان يضرب الاخر هو ان يرد صاع وصاعين ربع صاع لكن انت ما عندك اي شيء ولم تحمي اهلك لا ناسك ما معنى ان تكون مقاومة انت لا تستطيع ان تهميها هي المقاومة اصلا ما معنى ما معنى ان تقاوم اصلا المقاومة معنى ان هنالك او ناس كما يتعرضون الى حقوقهم يتعرضون للظلم الى التنكيز العنصر هكذا انت انت تخليت عنه ما هو مبرر وجودك ما هي مشروعيتك اصلا بالتالي هذا الانتح والذي حاب الحماسي الناس لا تدرك والموجودين ايضا لا يستطيعون الاعتراض لانهم ايضا مختطعون من قبل حماس لا تستطيع ان تبقى حماسين يعني الشيء كما قلت لماذا دائما هناك سلط حاكمة في بلد هي مكان هي ان تراعي شعور مكان هذا ما فعله لم تفعله لم تجهز اي شيء هنا والقطاع فهي مسؤولة عن ماذا اذن وهذا السؤال منطقي هذا يجعلنا القضية منفهم معنى السلطة يبدو ان لا لا يستطيع ان يخرج هذه الدوامة وهذا الدولاب يسحق ويجرف واذا لا يتكرر بدون من اخطائه لا تنفعل يعني تطلع النمو وتسيطل عن ما تقدمه للناس يعني السلطة بالنسبة لها هي ميزة هي غنيمة ليس خدمة ليست وظيفة ليست هيئ تقدمه للناس وعلى اساسية يعني مجرد السيطرة وهيمنة مطلقة على الاخرين وما على الاخرين يعني مجرد عليهم مواجبات ولكن ليس ليس لهم حق مجرد تحجيط لك والحل الآن برأيي إذا كان حماس فعل المقاومة الشريفة المقاومة حقيقية أن تنسح تقول خلاص لا حاجة لقصف ما هو هدفكم تخرج تخرج تقوم تسلموها لا سلطة سلطة دولية أي شيء وانتهي الموضوع وطبعا إسرائيل ما رح تقبل بس التحلق لأنت يشتر عندك برقة تخرج لك أنا خلاص أنا حفاظا على أهلي وناسي أنا طربتكم طربة مؤذية جدا وسأبطل حجتكم أنني سأخرج و تدرون بعد ذلك حاسبونا تعاقبونا طاردونا هاي موضوع آخر لكن نحن نسحب من غزة هاي غزة أو يجيبو لكم ناس و راقيا يعني المجمو ويعالجوا الموضوع على يتول حكم في يعني هذا أنا شوف حل هو هذا الأفضل وأنا أدعو الناس يعني أن يطالبون بهذا الحل يعني هي طبعا أكيد دولا اللي يعني يعني يشوف التنك يشوف التنك يشوف الخشب مالتهم يقولوا أنت تدعو لتحبيط معنوات شنو تحبيط يتضرب فخمسة وثلاثين غبي ابن الغبي فخمسة وثلاثين ضربك وضارجات وحاملات طائرات وأحدث الأسلحة بالعالم والعالم كله وراهم وحتى اللي دفعك هو تخلى عنك وقالك أنا ما يطلع الحزب الله الآن يرجف الحزب الله الآن الحاملات الطائرات الأمريكية واقفة أمامه وتحذير شديد أنه مجرد الدخل راح نرد عليك مش أنا أمريكا دخلت تتهى الموضوع أمريكا الآن هي على جزء من المعركة هي هي في المعركة وقواتها الآن تضاعف عادتها في العراق وطبعا حتى جمعت المقاومة مقاومة عن دولة جماعة الوهدة السلاحات سوريا دولة كلهم ساكتين محش وأنا مقاومة الضعفة حتى الأسلحة الضعفة حاملها الطائرات وصمتوا ومجرد أن تتنفس الآن الحزب الله ستصير معركة ليس مع المع وشرك وأنا أتوقع هذا راح يحدث حاجة يعني هذا كل ممكن حماس إذا كان أنتم قس وطني قس إنساني وحرص على الناس في غزة أنا أقول أنه ينسحبون من غزة بطريقة ويقول هاي المشكلات مع غزة أحنا راح نطلع وخلص طبعا ما راح تصير هذا بس علاقة تكسب ورقة تفاوضية ورقة تبيض بها وشك وتبين بأنه أنت قدك حرص نوع من الاهتمام بمشكلات تقول لي أنت واحد من أنتم أبناء غزة وأهلكم فما أعرف يعني ما هذه الرغبة بالإنت هذه ما هذه يعني التصرفات الرعناء يعني أنت قدك مقاومة من ينقلك لا مقاوم بطريقة مليون طريقة هذا العقول الفلسطينية جبارة كان بإمكانها أن تنهض بالعلم والمعرفة والتربية والتعليم وتتفوق على إسرائيل وتتفوق للناس جميعا أن يستعينون بالفلسطينية يعني هو هذا التفوق الآن ليس بالأسلحة إذا الآخر أدى أسلحة أنت أكبر طريقة لأنت تتفوق على الآخر تفوق على الآخر بدل مها أنه هذا الشعب يقاوم هذه الآلة الحربية هي أجرى موت كثيرا بحق يجب أن تفكر بطريقة أخرى أوكي نحن ودول العالم نتوحث بإن وأن نسوي نظام تربية وتعليم ونجري هدنة مع هؤلاء لكن هذه الهدنة مثل ما حصلت يابانيين ونهضوا وأصبحت أصبح العالم يتوسل أن يعني أن يكون لدي أن يكون هلماني أو ياباني بين تعمل هذا الأمر نفسه بعد ذلك أنت رح على لا يوجد أثكاء من و أمكانات يعني ليش حرامات هاي الأطفال بالآلاف الداعي هؤلاء كان يعني صنعون المستقر على كل حال أنا أتمنى وصلت و يعني أتمنى أولا وأنا متشاء ما أعتقد الحرب راح تتوسط و حلي الوحيد هو أن نكون صحيح نقول ما فأيت وحماس خطأ يجب إدانته هذا جزء من الحل يعني عندما تدين حماس أنت تثبت بأن أن جزء من العالم وأن هذا العالم يعني تساوق مع الأسس العالم وهي أدنى اعتراضات على الغرب حاكات معرفة هذه موجودة لكنه السقف الأخلاق السقف القيم موجود علينا أن نلتزم به عندما ندين حماس وما فعلته حماس وبعد ذلك ندين ردة فعلة الإسرائيلية نسقط أخرين علينا نقول هذا ما فعلته حماس نحن ندينه وحماس لا تمثل وهذا لايت الحل لايت الحل الآن الباحة والله شمعت واحد أنا يقول أنا أنا حماس هو واحد تنويري جميل ومعقل ممتاز يقول أنا أعلن حماس تقول حماس اللي هي داعشي كيف تقول كيف تسمح لابس يعني حماس هي إنما تقودك تقودك إلى أين نفسك هو مجرد أنه أنت ضرب إسرائيل يعني ضربة إسرائيل يعني وانت ضربت يعني يعني لأن ضربة إسرائيل أوكي يعني مثل أنا أنا ضرب واحد جرحه بينما هو يقتل عائلتي بأكمل وأنا فرحان لأن والله جرحته أو أصبته بجرح وزعي يعني هذا التفكير العاطفي ياريت ما أعرف وأنا قلت هذا يبدو أنا شعوبنا ما أعرف متعودة على الانتحار دائما وعلى الانتحار المجاني ولا تتعلم من أخطئ يعني يبدو الانتحار أسهل عليهم مثل الحماسيين البائشين وهكذا هؤلاء ينتحرون ويقومون بعمليات انتحارية ويقفلون 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 يعني يبدو نظاهر نفسي مليون طبيب نفسي خالج نجاح يبدو يعني فأنا أعرضنا ظروف شديدة جدا كميعا وأعتقد نحن الوقت توقعاتنا في حارث القريبة صراحة في قادمة لا محال ما فعلته لا يمكن يتم احتواءها بعد العام يعني خرج خرج الموضوع عن مسألة احتواء والسياسة لا وجود لأي فرصة تدمير كل ايران في المرض لأنها يعني مثل خناب الموقوت هذا اللي حدث في حالة حماس وقبل موقوت قنبلة كبيرة جدا لا يمكن ولا يمكن يستماع بما يناظرها مستقبلا أنا مو أتحدث باسمهم بس هذا التفكير المنطقي علينا أن نفهم ما يجري ونحاول أن نتقي هذا الأمر بأي طريقة كانت وهذا تبدأ تبدأ فعلا عندما ندين ما فعلته وندين ما يفعله جماعة المقاومة نخربه البلدان كله خربه العراق خربه البناء خربه غزة وفلسطين بعد خربه ليبيا كما تنقوم أيضا جمن يعني 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 راح يحرقون المنطقة هذا جنون جنون بمعنى الكلمة يعني بمعنى كل الدمار اللي اللي لحق بالمنطقة الآن برأيه ما راح يحصل هذا الحركة الخير فهو كل ما فعله دمره طادروا قرارها يكفي أن نعرف أطراف الأب هاي أختم بي حتى نعرف طبعا تكاليف هاي القائدة فقد نفسها تتعام حماس أربع مليون دولار سنة وإن وصلها للسلطة الإسرائيلية وإسرائيلية نفسهم بسيارة تخلوها لحماس وفي الوقت حماس علاقتها ممتازة مع إيران وقطره علاقة بطالبان وتركيا والإخوان والإسرائيل أيضا هي تمول النصر كانت وما زالت ربما والإخوان يعني كابكة فيما بينهم ما العلاقة فيما أغلبين إسرائيل تسية يبدو هؤلاء جميعا هم بناتهم وتجار والناس يضحكون بحجة أن هذا إسلامي هذا يعني هذا الشيعي هذا دعوة لا يجب بالحقيقة هم كلهم تجار ما بينهم التفقات تجري ويتداولون فيما بينهم حوامات وفتتاز وما ذلك وعلى قصص بشعة جدا بينهم والناس يقول والله ولا يتفق هذا لا يمكن وكيف يتفق يحاولون أن يعملون تناظرات لكن كل المبادئ المؤمن أو أو وادعات ومد الحقيقية والمبادئ مجرد مظاهر خارج الحقيقة أن الناس تجار دم تجار يضح لأن لا نستطيع كل ما يقال علىنا أن نرى الأفعال ولا نسمع ولا نؤمن بالأديان ولا غير الأديان ولا نرى الأفعال ونقيمها كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى